في ساعة ده وديوسر اللي كنت في غحلة في ساعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات واخر الفنان محمد رمضان طب انه ياخد صورة تسجار عشان يفرجها لابنه واحنا طيارة خاصة طيارة كلها هم 8 ركاب 8 فتيات ومفيش عائق اساسا بين الطيارين وبين الركاب مفيش باب فاصل فالكو بايلوت اللي كان معايا رحل الحمام الحياة لقيت الأخ محمد رمضان واقف جنبي ويقول لي بعد إذنك انا هاخد صورة افرجها لابنه احنا كطيارة خاصة بيركب معنا ناس VIP رأس الجمهوريات ووزراء ووراء من كل بلاد العالم فلما بيطلب ان هو ياخد صورة كاتذكار احنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم لكن مش للعرض او للنشر او الكلام ده كله طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصورة دون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو لبقى أغنية الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه عمل لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو بمثابرك بالمانظر ده وان فيه واحد بيقول بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين احنا بنطير بطيارة ما بنسقهاش المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب فأزية جمدة جدا لناس كتير لناس كتير وقفى البيوت كتير وانا لما قلت له الكلام ده وانا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي حيتسبب فأزية ناس كتير قال لي ما تقلقش خالص احنا الموضوع ده كله ان هاند واندر كنترول وانا ليه ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص والموضوع اعتبره منتهي طبعا الموضوع ما انتهاش الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة واللي حصل حصل وكان قرار الوزارة ايقاف نهائي او مدى الحياة عن الطياران وطبعا ده الموضوع صعب جدا عليا لان انا راجل الحمد لله يا رب كان ليا تاريخي انا راجل اساسا قوات جوية مدرس في كلية الطيران ومدرس في اطرازات كتيرة جدا في قوات الجوية ومدرس في اطرازات مدنية بعد ست القوات الجوية فصعب ان انا عارض تاريخي كله لانه يتمسح بالأسلوب البايخ هذا هذا هو الموضوع ان احنا انا والكو بايلوت اللي معايا اخد ايقاف سنة وهو للاسف مالوش زنب برضو الراجل يعني هو اخد ايقاف سنة ليه انا اخدت ايقاف مدى الحياة فطبعا انا انا سايب له انتم الحكم على الكلام ده والحمد لله لكل شيء قضى الله